هاتش اللي قديرو فريق الجيش ملكي فاد الموسی ماده في البوطولة الوطنية مشي طابعي بكور صراحة والانتصار ديرو على فريق مريدية وجده بـ 5.0 جاغر باش يكدلينا بل فريق الجيش ملكي فاد الموسی ماده غاديكو منافس حقيقة للقب دير البوطولة الوطنية وبدال انتصار بـ 5.0 كنتر فريق مريدية وجده خل học فريق الجيش ملكي حاليا هو متصدر دير البوطولة الوطنية أعمال أبعد شوش دي نقطة على فريق الرشاة العالمي أما من نحيتي إذا جدنا نهرو على هاد الماشي ليجمع بين فريق الجيش الملكي و فريق المليدة وجده فشفنا فريق الجيش الملكي في هذا الماشي هذا ماس صغريش نهائيًا فريق المليدة وجده واعتمد على ن скор الشكلة اللي كي يعتمد عليها تقريباً في جميع المباراة وكيما شهنا فريق الجيش الملكي في هذا الماشي هذا دخل مركز مزيان من أول دقيقة وتصور معي في أول 3 دقيقة من المباراة طبعا باش يسجل الهدف الاول. واشكول غادي سجل الهدف الاول هو المدافع دي الفريق اللي هو انوار ترخات. وانوار ترخات ما ضياش الفرصة وسجل الهدف الاول فريق الجيش الملكي. مورا دلبيت هذا بكل سرحة شفنا فريق الجيش الملكي هو اللي مسيطر على المباراة بالطلوب العرض. وبالاداء اللي كان كي قدموا فات الشوت الاول. كنت عارف بللي النتيجة دي لاد المباراة هذي غتكون تاريخية. واشي غادي وقع بالتحديد في الدقيقة اربعين. فبعد واحدة الركنية واللي تحصل عليها فريق الجيش الملكي. اشكول غادي نفد هذه الركنية اللي هو ايمان زحزو. ايمان زحزو غادي سنتر واحد الكرة اللي رائعا محمد ربيح ريمات. وبعد دور دي روكي مجلة الكرة غادي اعطيها لآيت ورخان. وآيت ورخان غادي سجل الهدف التاني لفريق الجيش الملكي. وبعد البيت التاني اللي سجلو ايت ورخان. هنعرس باللي فريق الجيش الملكي مياه غادي انتصر ان شاء الله فهذا مباراة. وبعد هاد البيت تاني اللي سجلو فريق الجيش الملكي. غادي تلا الشوط الاول بتقدم دي الفريق الجيش الملكي بجورة زيرو. وهنا غادي نمشي والشوط تاني واللي كان مغير 180 درجة على الشوط الاول. لان شفنا في الشوط تاني واحد الاكتساح بالطول وبالعظم عند فريق الجيش الملكي. واللي بدأت الشوط تاني بواحد القوة اللي كبيرة بزار. فتصوروا معي في الدقيقة 50 فريق الجيش الملكي. غادي سجل الهدف الثالث. وشكور غادي سجل هاد الهدف الثالث هو المهاجم الجديد دي الفريق مراد بيت الرابع اللي سجله فريق الجيش الملكي. وهش فريق الجيش الملكي غادي وقف عند هاد الحد هذا. او طبيعة الحل اللي في دقيقة 89 غادي سجل هدف الخامس. وشكو اللي سيسجل هذا البيت الخامس هو حمزة إكمان وبعد هذا البيت الخامس يسجل فريق الجيش الملكي على فريق مريدة وجدة في الآخر تلات الموبارات بالانتصار ديال فريق الجيش الملكي بخماسية نظيفة المهمة للانتصار ديال فريق الجيش الملكي كونتر فريق مريدة وجدة خلى فريق الجيش الملكي هو المتصدر ديال البطولة الوطنية وخلى فريق الجيش الملكي يخطو أول خطو من أجل حفاظ على اللقب دياله لموقع ما سيدي الفيديو أبتركوا موطعات وإعطوني أفضل لاعب لك أنفضل مباراة بالنسبة لي أفضل لاعب لك أنفضل مباراة وهو أحمد حمودان ويلا أفتركا معكم حافظ وتهلا